أجرى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء وعقب ذلك جلسة مباحثات موسع بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووفدي البلدين حيث شدد الرئيس السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية لسيما في ظل التهديدات التي توجه المنطقة ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامية ومشيرا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الأليات الثنائية المؤسسية وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين أكد الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وموصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والتنموية وفي ذلك الصياق تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية لا سيما في تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان وتم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد كما شهدت الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن في المنطقة على نحو مستدام هذا وقد شهد الزعيمان في ختم المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنصيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي واتفاقية تشجيع وحمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين اشتركوا في القناة